بدايتنا هتكون مع القلعة البيضاء نادي الزمالك اللي مسئوله برئاسة حسين لبيب فتحه خطوط المفاوضات خلال الساعات الماضية مع المدرب البرتغالي السابق للفريق نيلو فنجادا علشان يتولى تدريب الفريق ورحب البرتغالي بتدريب الزمالك اللي بيرتبط به وبمهوره طبعا بذكريات طيبة لما كان فنجادا قاد الزمالك لو تتذكره في موسم 2003-2004 وشهدت الفترة دي تتويج الزمالك ببطولة الدوري بسجل قياسي ودون هزيمة بعد كمان الفوز بالبطولة العربية وكاس السوبر المصري السعودي وخسر السوبر المصري ويبدو أنه هيكون في جديد في خط المفاوضات مع نادي الزمالك تحديدا في ملف المدير الفني الأجنبي كمان على الجانب الآخر أو في السياق موازي بيجهز مسؤولي نادي الزمالك قيمة المبالغ المستحقة لناديي سبورت انجليش بونا البرتغالي وكاركاس الفينزويلي من أجل سدادة خلال الأيام المقبلة لإنهاء أزمة إقاف القيد بشكل رسمي مجلس إدارة نادي الزمالك كان أعلن أنه من ضمن 14 قضية تسببت في إقاف القيد تم الانتهاء بالفعل من 12 قضية لثمانية أطراف ويتبقى طرفان جاري التفاوض معهما لإنهاء الأزمة بشكل نهائي مجلس الزمالك أكيد بيسعى لرفع عقوبة إقاف القيد عن الفريق السريعا علشان يقدر يتمكن من برام صفقات في المركاتو الشتوي الحالي والإدارة اقتربت من حل تلك الأزمة أيضا بيجهز المسؤولين برئاسة حسين لبيب على القسط المستحق لاتحاد الكورة من أجل سداده قبل نهاية شهر يناير الجاري خاصة أن في اتفاقية مبرمة ما بين النادي وما بين الجبلية بتقضي بتقصيد القلعة البيضاء المديونيات المستحقة في كل فترة انتقالات ترجمة نانسي قنقر